انت كل اللجوان ما بلا يعني اللجوان اللي دخلت فينا مش ضغط عالي. تمام انا بكلمك. عبد الله انت تقول على ايه? على جول التالت والرابع. انا بكلمك انت لو بتتكلم في حتة الضغط العالي. انا بكلم كريم في حتة الضغط العالي. اه. مطلوب. وكان مطلوب لوقت معين. ان انت فعلا تجيب. انهم عندهم اخطاء. اه. مفيش فرقة ما عندكش اخطاء. السيتي اللي هو اعظم فرقة. ومع مدرب اعظم مدرب في العالم وبيطلع بالكرة بشكل كويس من انت عندهم اخطاء. ده كابتان عبدالله. ده انت مش اتراج مدرب كبير. دلوقتي الضغط العالي ده بيتعمل ازاي? ممكن تشرح لنناس الضغط العالي ده. ما انتمان. واحد ضد واحد. يعني ايه? الخطوط كلها بتضغط. التلت خطوط في ظهر بقى. المسافات قريبة. والمساحات تبقى. اه. بتتكلم في تلاتين. لا هاتوش التصويب اللي كان فيها. ما هو ده جول. اه. بص ديانج فين? وبص حمدي فتحة فين? بص انا اقول لك الحالي. انت بتشتغل ضغط عالي. اه. بتشتغل زون. لازم التلت خطوط قريبين من بعض. بالضبط كده. المشكلة ما اشوف النهاردة. الاهلي عنده خط الدفاع واقف فورا جدا. نص الملعب والمهاجمين بيدغطوا جامد. نادي الاهلي بتلعب بتلعب على الالف ستين متر النهاردة. ده مش مطلوب وما فيش الكلام ده بطل في الكرة. اه. انت بتشتغل حتى تحت القرة بتشتغل على الالف خمسة وعشرين يارضا. اه. وانت بتضغط من فوق بتشتغل على الالف خمسة وعشرين يارضا. ما عليش عايز اقول حاجة بس. انت معلش انت اللي جون اللي دخل التلت جون اللي دخلوا فيك ازاي. كرة اتنين شتين. يعني مفيش ضغط عالي. صح. اللاعبة معلش يعني هو كان عامل عمك زي ما انت قلت لمحمد قلت له ان بيبقى فيه دايما ما بين السرد بكات ونص الملعب ففي ناس. تخيل بقى الاتنين الديفندر كانوا اساسا دخلين في حضن السرد بكات. فهي دي كانت المشكلة. فاللعبة بدأت تشوت. يعني انت حلول ايه. جابوا جونين شتين. وجون عبد المنعم عشان ما اطلعش عشان تركيز عبد المنعم. كان قلال جدا واوحش ماتش اوحش ماتش اشوفوله وبقاله فترة. انا باعتب عليه يعني بامانة. لان انا حاسس ان هو تركيزه. حاسس ان الثقة مدي نفسه ثقة زيادة عن اللزوم. حاسس ان هو بقى احسن سرد بك في مصر. لا انت لسه بدري. لسه بدري اوي انت بالك. يعني يا دوب سنة ونص بتلعب كورة. من افضل منه في الاهلي. ما فيه. ما هيدي الكارسة. ما هيدي الكارسة. ما فيش حد. ما فيش حد. يعني ان انت مسلا دلوقتي ان انا عايز اقرص عبد المنعم واخليه يتعلق هذا. حتى لو انا حاسس بنفسي ان انا احسن منسك في مصر حق. وضع طبيعي. لانه الفترة الفاتت. عبدالله في المتشاط المهمة لازم. وانا مش هنبقى قاسي. او على اللعيبة. صدقني والله انا بكلمك كلام كورة. مش هبقى قاسي. لان اللي كان بيتفرج برة ده. كان بيتفرج زي زي اي مشجع اهلاوي او مشجع اي مشجع مصر بيتفرج على المطر. اللوم اللي يتلام ويشيل الليلة كلها هو كل ارض. والله اللعيبة. لا لا انا مش معاك. لا لا لا. معلش. انت انت عندك طبعا. انا هقول لك. ممكن اقول لي اتنين. وضع طبيعية اها منظومة بس. ايوة. ايوة. او مني الاساس. من اللي بشيلي الليلة. انا كولر مسلا يعني قلت اللعيبة. معلش انا معلش يا كبتا عبدالله. انا قلت اللعيبة تضغط لما تضغط تاخد الكرة من مناطق مهمة. مخدوهاش. انا قلت اللعيبة في مواقف واحد دد واحد ما تاخدهاش. انا قلت لهم في الجوني التاني. من مين? الكرة السكن بول فيه تلاتة واقفين. من مين? من ايه? شخصية المدرب اللي برا. لا يا حبيبي. شخصية المدرب اللي برا. عبدالله. كلامك فين? انت قد بتتفرج على المباراة زي 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 يا حبيب. انا قلت زي عطلهم في المنطقة. لا. يا باشا. كريم انا معي خمس صغيرات. ممكن اغير من اول دية. انا عندي صغارات. عندي فجوات وانا شايف ان في عندي فجوة هنا. ابدأ اغير. ده مش عيب. العيب ان انا اطلع بالشكل ده و بالمنظر ده. ان انا بقول لك في بداية الجيم انت طلطيت بالجوم. في ديها تلاتة او ديها اربعة. بس ربنا كرمك وعواط. انا عايز اكلم. انا لازم ايبقى اشتغل شغل وقاعي. بمعنى. فرقة انا مش قادر يا جريها. اه. يبقى اشتغل في المساحات. وهو فرقة بتلعب في المساحات الصغيرة بشكل كويس. طبعا. انت بتساعده على ان هو يشتغل ويطلع ويبدأ ويشتغل بشكل كويس. وانت انفضيله مساحات. لأ انا هارجع واحترم الخصب. واحترم نفس انا كنادي اهلي. اشتغل في محترم خمسة وعشرين يارض على القل. وابدأ اشتغل عندك عندك اتنين. على القل النهار ده بيرت تساوي كان فايق. ممكن تستغله بشكل كويس. عندك طاهر عنده رجل عنده سرعات. شريف النهار ده ما نوعا ما. انما انت ما استغلتش الكلام ده. صح. انما انت استنيت تلبيت خدت واحد في التاني في التالت. مظاهر بتنين. طيب كابتن حسن اسمع. هي النقطة اللي عبدالله بتكلم فيها. انت التالت تجواني لوانين واحد شوطة. اتنين شوطة. واحدة كرة سابتة. اه. ده تركيز لعيبة. ده دخول المباراة ان انت داخل على المباراة. عدم تركيز لان اللعبة كلها مكانة النهاردة مش مركزة. انا اعتب بقى على المدير الفني في الجول الرابع والخامس. لانه بدأ يضغط ضغط عالي. بدأ عايز يكسب. عايز يتعابل. انا الرابع الخامس دوت خلاص. انا هكلمك في النقطة. اهو ده بقى النقطة. انت خلاص. انت بتضغط ضغط عالي. مع انت اه كريم. انت لو تجي تبص على اللي جواني اللي دخلت فيك. انت في الشوط الاولاني. مفيش يعني عارف انت ايه. نص الملعب بتاعك سيء. ما بيطلعش بكرة كويس. داخل في حطن الديفنس. عندك الديفنس بتاعك كان مهالها لكله. انا هرجع لك في النقطة بتاعتك انت في مركز في في الاربعة اللي وراء. فانت انت دخل فيه وحتى حرس المرمى ما كانش مركز. اه. فدي كانت عوامل كلها تبين لك ان هي تطلع على الشوط الاولايات. عدم التركيز ده. والتحضير بيبدأ من مين الاول? المدير فن. صح? كابتن عمد الله بالمناسبة. انا 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 عطاك لعبة عليها لوم كبير طبعا. لا لا اخد بالك. بس انا بكلمة. انا وكابتن حاسم ما ظنش مختلفين ان كله النهاردة له جزء كبير من الخصارة. بس ده ما يمنعش انه العيبة اللي هي جزء كبير. سبعين في المائة. لا يا لها. طبعا انا عايز اقول بس انا بكلم حتى التركيز وتحضير المباراة بتيجي من شخصية المدير الفني. من وشك من تعبير وشك بس. وانا داخل. ممكن اقول لك حاجة تايزك شوية. مش انت اشتغلت مع العيبة. اه. ما هو العيبة بتحديد الوقت ازاي العيبة مش انتم. يعني زمان معليش اناسف والله. انا اللي ابا دخلت. طب والله اكمل لك دي. انا انا متأكد انه زمان مانوش جزء وهو داخل قط اللبس. انتم بتبقى القانين ومتوطرين منه وقابل بيتكلم. دلوقتي الجيل ده. الجيل ده مش اللعيبة دي. الجيل ده باش خاف. هقول لك على حاجة يا كريم. سيبك بقى من مانوش جزء. والله ما بيخافه. انت كلعيب نفسك داخل المباراة. وانت لعيبنات العيب. عايز تزبط نفسك. عايز تموت نفسك. على فكرة. اه. خلي بالك. ممكن اي مدير والله احسن مدير فني في العالم. يقعد يقعد يتكلم مع اللعيبة. يقول له اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة. وانا عايزك ان انت تبتكر وتروح وترقص وتعمل كل حاجة. اللعيب تركيزه لما هينزه هيعمل ايه? حماسه عامل ازاي? معدل جاريه في الملعب هيب عامل ازاي? يا كريم المشكلة ان اللعيب بتاعنا بتحس انه بينسى. صح. تدينه مباراة بيوم باثنين بتلاتة. انت حضرت بالشكل اللي ليه بنادي الاهلي. يعني ان انت تكسب. يعني انت بتخيل ان كولر رايح واخد اللعيبة معايا ومسافر بالطيارة. وما قالش كل اللي احنا عايزين نقوله. او اللي احنا بنفكر فيه. او كل الحماس اللي عايزي دي. ومسلا كابتن الخطيب قعد معهم وتكلم معهم في كل النقط اللي احنا بالتكلفة. اللعيبة نزلت عملت ايه? ايه دي الموقع? ايه كان. ما ادارت المباراة غلط اساسا. انت اللعيبة. حتى والله لو. يا حبيب ما هي منظومة واحدة. هي منظومة واحدة. ننهي هذا الخلاف بين الكابتن حسن وكابتر عبدالله حولها. من المتسبب? كولر ام اللعبيد?